ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج الاسد وموضوع مهم جدا موضوع صراحة شايفانه هو موضوع خطير مش سهل يعني وليه علاقة بعشرين واحد وعشرين وهو ايه اللي احنا ممكن نعاني منه ايه التحديات اللي ممكن تكون مستنيانة في عشرين واحد وعشرين الموضوع ده اهميته ايه اهميته ان احنا نعرف خطواتنا نبني طريق كده نعرف اولنا من اخرنا يعني نوضع خطة عشان نعرف ان احنا نسد التحديات دي او ان نشوف اللي ممكن نعاني منه فناخد بالنا ايه العراقيل اللي مستنيانة اول حاجة انت قلقان جدا او عندك موضوع محيارك قوي ليه علاقة بالاستقرار استقرار ايه استقرار ليه علاقة بكلمة بارتباط بحب يعني مش عارف الحب بتاعك اخرته ايه طب الدنيا ماشية ازاي كتير عندك حئرة في موضوع ليه علاقة بالارتباط ليه علاقة بالعشق او ليه علاقة بالحبيب او ليه علاقة بشخص انت منفصل عنه مش عارف فيه رجوع ولا لا ايه دنيتك انت متعلق بكلمة متعلق بأشاية والموضوع ده واجعة جدا الشيء ده انت بتعاني منه فخلي بالك قوي من ان انت احساسك يكون مهزوز او ان ده يأثر في ثقتك في نفسك الداخلية والمشكلة في برج الاسد انت ثقتك الخارجية او مظهرك الخارجي واصد في نفسك قوي لكن الداخلي لما بتكون مهزوز انت بتكون مجروح وده ممكن يؤثر على نجاحات كتير ممكن تقابلك في 2021 فدي نقطة خطيرة فعلا طب نعمل ايه لا لازم تخرج نفسك من الحالة دي وتحط الشخص اللي معلقك بكلمة قدام حاجة ما بين الاتنين او خيارين اه يا لأ كده وانا بشوف دايما ان لما الحاجة تيجي مرة واحدة خلاص جات وخلصت بقى هنتعب شوية ونروح فدي نقطة مهمة قوي الحاجة اللي ليه علاقة برضو بالاستقرار المنزل اساسا كتير انت ممكن تكون بتدور على مكان بيعشرة تغيير في انتقال ده موجود عندك جدا فحاجة ليه علاقة باساس بسبات بمنزلك فعايز ان انت تستقر في مكان معين فكتير برضو شغله الموضوع ده بس محتار او انت بتعاني منه ليه لانك مفيش خطوات او قلقان من خطواتك او لسه انت ممكن تكون مش جاهز بالشكل الكامل طب هل الموضوع ده هيتحل في 2021 اه بس ما تخليش ان الموضوع ده يخليك ان انت اكثر عناء دي نقطة مهمة الاستقرار بالوضع المهني كتير انت عندك شغلك شبه المؤقت او منطاقل فيه تنقلات كتير او انك مستني رد فعلا او مستني حد يرد عليك في شغل او عندك كتير من برجة الاسد بيعاني من الموضوع ده يعني شويتين تلاتة حاول على قد ما تقدر انك انت تكون مركز اكتر وتخلي فكرك يشتغل اكتر قدامك حاجات كتير بس يمكن مش في بالك خاصة الاسد ان انت عندك يعني انت في بعض الامور كمان اللي ليها علاقة او متعلقة بالسفر يعني انت حتى كمان عندك سفر السفر ده ممكن يكون لوضع مهني فانت لو انت مقدم على على شغلة او مقدم على حاجة ده الدنيا شوية ممكن يقبلك فيه انتقاد او بعض الرفض او اوراق مش قد كده سواء الوضع المهني في مكانك او في سفر بس انت عندك تحسين في الاحوال فيما بعد عندك ده بس ما تخليش فعلا زي ما قلنا ان الحيرة او او قلة التفكير او قلة الحيلة بالنسبة لك يخليك ان انت تتيقس ولو يقست يبقى عندك انت موضوع التجديد والتحسن في الامور المهنية مش هيحصل فخلي بالك اوي من موضوع انك تيقس من موضوع شغلك من حياتك ايا كان خاصة ان عندك برضو بعض الاشخاص اللي في شغلك او في النطاق المهني عايزين يوقعوك عايزين يخصروك مكانك او شغلك عشان يشغلوا حد تاني او ان هما انت مش لادد عليهم فدي برضو مشكلة فخليك انك تكون بتميل انك تكون اكثر دبلوماسية دي الوضع المهني على فكرة في حاجات كتير في الوضع المهني بس خلي بالك اللي انا بقوله ان احنا هنعاني شوية في الامور المهنية محتاجين الدبلوماسية محتاجين ان احنا نكون مركزين اكتر اعادة التفكير في المجالات اخرى مش ضروري مجال معين فدي نقطة مهمة جدا جدا طب اللي انت برضو هيكون عندك فيه معاناة السفر قلنا ان فيه بعض الاوراق بس ما تيقس الموضوع اللي ليه علاقة بالاهلة او الاحباب يعني الاهلة انت عايز تكون اكثر امان بالعائلة انت محتاج جدا جدا ان العائلة بتاعتك يكونوا في صفك يكونوا في ظهرك يكونوا في حماية انت محتاج ده هتبدأ تحسن الوضع العائلية هتبدأ ان انت تقرب بس ممكن تكون فيه معاناة في ايه ان انت ممكن يكون كان فيه مشكلة انت حسس انهم ما نسيوش المشكلة دي حسس ان هي لسه جواهم خاصة يا برج الاسد ان اعذروني في خلال السنة دي ممكن حد يبتعد عنك ابتعد يا سواء باردته يا بغير اردته فحاول على قد ما تقدر برضو ان موضوع الزعل او لانك ممكن تحس بوجع قوي خلال البعد ده ايا كان البعد سببه ايه فحاول على قد ما تقدر انك تبتدي من جديد وان انت يعني تكون قوي يعني اللي يخلي الامر يعدي عليك بسهولة طيب في حاجة تانية انك انت كمان بتتحدى ده انت بتتحدى بعض الاشخاص فيه نجاح امورك العائلية او التصالح ليه لان فيه اشخاص هم مش عايزينك تقرب من العيلة او انك تتصالح او انك تتحسن سواء كمان بعيلتك او بالاحباب لكن انت عندك تحدي ليه علاقة بالوضع ده انك بتتحدى لا انا هقرب هحسن هعمل فدي نقطة بالنسبة للاحباب برضو ان انت مش عارف يعني في بعض الخلافات والمشدات انت بتعاني منها عايز ان انت تعيش حالة استقرار مفيش مشدات يعني عايز ان انت تقلل الموضوع ده او ان انت تنهي اساسا انت عايز تبتدي صفحة جديدة مع الشريك انت محتاج ان انت الشريك يدعمك فده برضو انت بتتحدى الوضع ده مع نفسك ومع الشريك وده شيء برضو بيخليك اقصر عناع او بيديقك وبيخليك ان انت ما تفكرش في المستقبل خاصة ان انت بتعاني من احساس صعب شويتين على شخصية الاسد انت عندك اثبات شخصيتك يعني انت قاوي وانت شخصية وانت واسق في نفسك جدا وقدام الناس انت الهالات كلها حليق عليك او الانوار كلها متسلطة عليك بس انت حاسس وعارف من قرارة نفسك ان انا مش عارف اثبت نفسي وده مشكلة كبيرة هتكون انت بتعاني حقيه منها المشاكل الداخلية هي اكثر واكثر واكثر عنها لبرج الاسد كل الحاجات الظاهرية بالنسبة له يلا مش مشكلة لكن لما يكون الحاجة دي جواه بيكون قلم قوي فانت عايز تثبت نفسك بنجاحك في امور مهنية بان انت ما تخسرش الحبيب لانك خايف او مشتت او عندك حت وخاصة في التعامل مع بعض الابراج ان برج الاسد انت قلقان من انت جواك احساس ممتلكك ان فيه خسارة للحبيب ان احنا مش هنكمل او الموضوع مش عارف ايه فعندك الاحساس ده مسيطر على كتير من برج الاسد خاصة خاصة المرتبطين بابراج نارية او ابراج ترابية هتلاقي اكثر الناس اللي عندهم الاحساس ده لو ابراج مائية ممكن يكون العارف طيب عامة فعندك المشكلة دي شوية فانت عايز تثبت نفسك تثبت نفسك بالجودة المهنية ان انت تكون اكثر قوة في الوضع المهني ان انت تكون كمان بتثبت نفسك بالامور المادية لان عندك لغبطة مادية فبالتاني عايز ان انت تكون ناجح مديا ان انت تكون مستقر مديا ان انت تكون عندك الاحوال المادية متحسنة او الافضل فعايز تعمل ده جدا لتحسين امور الاستقرار وانك عندك اصلا مشتريات كتير جدا خلال السنة دي كتير جدا انت عندك اعادة بناء اساسا فعامة فانت عايز الوضع المادي عشان تقدر انك تمشي في امور يعني عارفين اللي هو انت ده مساعد لحاجات كتير شغل بالك بيها وبتعاني انت من قطر التفكير فيها فدي نقطة مهمة برضو في حاجة مهمة جدا جدا يعني احنا قلنا الوضع العاطفي فيه قصة ايه وموضوع الغيرة على فكرة برضو موضوع مع الاحباب انا عارفة ان انا طولت وحاول ان انا اتكلم بشكل سريع الغيرة برضو دي شيء مقلق جدا خاصة لو انت مرتبط بابراج ترابية او ابراج برضو نارية فالمشكلة ان فيه غيرة عندك فيه ان الماضي بيحاول يرجعلك الماضي سواء للمرتبطين او مش مرتبطين الماضي بالنسبة لك مشكلة فبالتالي انت اكثر عناء من قطر التفكير في الماضي ده هتعاني منه النص الاول جدا جدا مشكلة الماضي والغيرة وخلافاته والكلام ده كله اللي كمان سوق الظن سوق الظن انت هتوقع بتعاني منه مش من الحبيب بس او من الاهل بس او الاصدقاء لا سوق الظن انت بتعاني من سوق الظن لنفسك يعني ايه يعني انت هتبقى شايف نفسك انا مش عارف انا مش قادر اصلا بتقارن نفسك بالاخرين انت عندك كمان سوق ظن للاخرين اعذروني لان الموضوع لازم يكون صريح عشان نقدر ناخد بالنا ونقيم حلنا ونبني خطوات صحيحة ونبتديها صح لازم ان نعمل موضوع زي كده يمكن على ما سمعكم او تقيل عليكم بس والله العظيم انتم محب يعني انا برج الاسد من اميز بقولها وانا يمكن فيه ابراج كتير بتسمع النقطة دي برج الاسد من اميز الابراج المحببة جدا جدا على قلبي فما يعني لو الموضوع تقيل عليكم فهو تقيل علي ان انا اطلع اقوله تمام كده فدي نقطة مهمة او زي ما انا بقول لكم برضو ان انتوا بتعانوا انا كمان بعاني انا بعاني من الناس اللي بتقول ان تدخين انا خسيت حتى كمان نبشي باين علي ان هو خلاص يعني خسيت واللي تحت هدومك احنا شي تبقى وانا ماشي فدي نقطة مهمة برضو انا بعاني منها بعاني منها في التعليقات كتير المهم بقى فصلنا نرجع تاني سوق الظن ان انت هيكون عندك سوق ظن في الاخرين والسوق الظن على نفسك وحتة انك تقارن نفسك بالاخرين المشكلة كلها انك عندك انها جائح قوي وفيه شهور هي اسمها شهور التميز هاجي على اخر السنة هيكون عند انتصارات بس ايه السنة بالنسبة لك فيها ايه فيها جدل فيها شد وجذب فيها بعض الانتقاطات فيها 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 لكن هيكون عندك انتصار لو انت ما يقستش لو انت ما دغطتش على نفسك لو بطلت سوق الظن اللي على نفسك لو قدرت انك تكون قوي على اي شي انت ممكن تعاني منه داخليا وتكون اقصر تحدي لاي حاجة بقوة انت عندك التحدي بيقويك بس المشكلة فيه خلال السنة دي ان التحدي ممكن او بعض التحديات ممكن تضعفك خاصة التحدي اللي مع الاحباب اللي قلبك بيميل لهم جدا انا اسفا انا طولت عليكم بس في حاجات تانية كتير هحاول ان انا ممكن اقول الكلام ده في نصائح اقولها لكم في النص يعني عامة مشكركم جدا بورج الاسد بتمنى لكم حقيقي ان احنا نكون اقوى واقوى واقوى وتكون سنة الحظ علينا يا فعلا سنة الحظ بس بتحديات واقصر معاناة مشكركم جدا ما تنسوش اللايك واشتراك في قناة وتفعيل الجرس سلام